رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة ونجمل أسئلتنا بسؤال جديد بيقول أنا عندي وسواس في الصلاة سلم يا رب يعني عند تكبيرة الأحرام ممكن أقطع الصلاة بسبب الوسواسة فيها وقراءة الفتحة برضو بعيد الآيات فيها مش عارف أعمل إيه بما أني يعني ده تاني سؤال في النهاردة في الكلام عن الوسواس ومفيش حلقة إلا بنتكلم عن الوسواس فيها فخليني أصراحكم الأول خليني أجاوب على السؤال الأول بعدين أصراحكم بحاجة مهمة أول بيقول إن أنا بتوسوس وخاصة عند تكبيرة إحرام أعمل إيه وممكن أقطع صلاة من الوسواسة عشان أقولي أنا ما أكبرتش تكبيرة الإحرام صح أو لحسن أكون ما توضيتش صح أو يكون ما عملتش حاجات أو أنا أكون لسه ما تطهرتش بشكل صحيح وفي الفتحة برضو بيحس إنه ما أقراش الفتحة فممكن يرجع من وسط الراجعة يرجع تاني عشان يقرأ الفتحة ويعمل الكلام ده مرات يعمل إيه ما تعملش كده ما تطوعش زي ما بيقوله إيه ما تطوعش نفسك لما يجي لك الوسواس ده إنت ما قلتش تكبيرة الإحرام كويس قل له ما لكش دعوة ما لكش دعوة يعني إيه كمل لأن أنت الأساس أن أنت كده كده إنت موسوس فبتقول تكبيرة الإحرام بعدد من المرات كافية فتؤكل على الله يقولي بس أسأل حسنا ما قلت ما كانتش مع النية أنا عارف بقى نحن كان عندنا ناس يعني أنا شفت الكلام ده تقاتل قاتل لي بقى الشخص في غاية الثقافة وفي غاية بس ده أمر نفسي هنعمل إيه؟ فعشان نعالجه ادخل على الصلاة على طول الله أكبر وخلاص وادخل وما تلتفتش تاني طب والصلاة مش تبقى بطلة مش هتبقى بطلة طب أنا كده ما بقاش مقصر لا أنت مش مقصر طب أنا كده صلاة تبقى صحيحة أو صلاة تبقى يعني ما هدعاش تاني ما تعدهاش تاني طب وفي الفتحة اقرأ الفتحة مرة واحدة وما تكررش حتى لو نفسك قالتك عيد الفتحة عشان أنت ما أردش الفتحة صح ما تسمعش الكلام ده وزي ما قلنا قبل كده إحنا محتاجين قد نكون محتاجين دعم نفسي إن بعض 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 أشكال الوسواس القاهري ده بيبقى محتاج بيحتاج إحنا ناخد أدوية عشان بيبقى فيه مشكلة في كمياة المخ فلازم نعرف ده كويس جدا 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 إيه اللي أنا عايز أكلمكم فيه هو إيه أنا خلاص أنا باعتبر المفتي باحث اجتماعي ما ينفعش تمر عليه ظاهرة كده وما يراعهاش ليه لأن المفتي عندنا بيراعي المقالات وبينظر كمان في الأحوال وفي السياق فإذا كان واحد بيراعي المقالات وبينظر في السياق وأكيد بيبحث في الظواهر الاجتماعي أنا عايز أقول لكم حاجة ودائما نقول كده سيأتي زمان ندرس فيه ما حدث للتدين المصري ونكتشف أن كثرة الوسواس جاء من هذا التدين الكمي ومن هذا التشدد الذي جعل الناس يتعاملون مع الهيئات هيئات الصلاة ومع سنن الصلاة ويتعاملون مع الصلاة كأنها حالة من حالات النظام الصارم الذي إذا أخلى الإنسان ببعض من هذا النظام فسدت صلاته فما بقيناش نفرأ في الصلاة وما بين الفرائد وما بين السنن وما بين الهيئات فتواسوس الناس لأن الناس أصحاب التدين الكمي وأصحاب التدين المتشدد ناس ما تعلموش الفقه وما تعلموش الدين وده اللي بيحصل من أي حد بيتعرض لأي مهنة هو مش من أهلها وعشان كده أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بيها في النار سبعين خريفا شفنا الناس وهم بيقولوله أنا والله مش عارب بس أنا حاسس أني هتبقى مشكلة لو أنك أنت كبرت ودخلت في الصلاة بغير إخلاص لازم تكون مخلص يا سيدي إيه اللي أنت بتقولهوله ده الراجل أصلا بيجلد ذاته وهو مش نقصك بتقوله كده ليه قاله بقوله كده عشان أخليه يحس بالصلاة وبلازة الصلاة يا أخي أنت بتفسد عليه حياته مش بتفسد عليه صلاةه بس ده هو بيحس أنه هو ما فيش علاقة بينه بالربنا لأنه هو ربنا قبله وربنا بيحبه كان خلاه يصلي عشان كده بعضهم بيسيب الصلاة بالكلية لأنه بيحس أنه ربنا ما بيحبوش وما لوهو بيعذبه بالصلاة ليه وعشان كده يا سادة نستحلفكم بالله إيه اللي مالوش دعوه ما يكلمش إنه مش من أهل الفاتوة يسكت أرحموا من في الأرض يا أرحمكم من في السماء خلي بالكم الشخص اللي بيأزي حد بهذه الطريقة اللي دعي ليه حضرة النبي قال قتلوهم قتلهم الله إنما شفاء العيي السؤال فنتق الله في نفسنا السؤال اللي بعد كده بيقول أنا متزوج من 15 سنة وعلاقتي مع زوجتي صعبة على طول مشاكل عندي ولد وبنت في الأدادي سبب المشاكل قلة اهتمام منها ومش حاسس بيها خالص وعلى فكرة ليه يا شقف بيت أبويا قفلتها وقعدت بالإيجارة علشان رضاها أنا مش عارف أعمل إيه قررت أطلقها بس أرجع وأقول اللي يلزم بها إيه الله يسترك صحيح اللي يلزم بها إيه طيب نعمل إيه؟ المسألة بسيطة لو كنت عايز تستمر في الزواج أنت عايز تعمل شوية حاجات لازم تفهمها أول حاجة لازم تجدد مش حادث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله جددوا زواككم بذكر الزواج زكري الزواجي هو الحوار معا زي ما فيه زكري في الحياة الجواز فيه زكري اللي هو الكلام مع الزوج ولذلك إحنا قوعوا تقولوا بدل إنت دلوقتي بتقول إن إنت مش هين عليك تطلقها عشان العيال ده علامة من علامات بقاء الحب قال لي إزاي مولانا إحنا أصلا مش طيقين بعض آه مش طيقين بعض بس قاعدين مع بعض عشان العيال يعني فيه رابط بينكم وأنتو الاتنينة هو يبقى لسه الحب أصلاح الحب في قدنا مستوياته لكن الحب مازال موجودا يبقى نعمل إيه إيه اللي نعمله عشان الحب يتجدد مرة ثانية إيه اللي إحنا نقدر نعمله عشان الحب يتجدد أول حاجة نعملها إن إحنا نعمل طريقة ونتفق على موعد دايما نجتمع فيه ونتكلم مع بعض يعني مثلا على سبيل المسال بعض صلاة العيشة بنقعد نص ساعة نتكلم فيها مع بعض الساعة تسعة نقعد مع بعض كده نص ساعة من تسعة لتسعة ونص نتكلم فيها مع بعض ودي تبقى إيه؟ يبقى شكل من أشكال الزكر مجلس يحضره مولانا سبحانه وتعالى ومجلس تشهده الملائكة لزوجين عايزين يقبلوا على الله وما زال وما تقرب إلي المتقربون بأحب مما افترضتوا عليه هو ربنا افترض علينا إيه؟ حسن العشرة وعاشرهن بالمعروف أو ده فرض ده مش سنة الكلام مع بعض ده مش سنة ده فرض عشان نقرب نقترب من بعض يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أول حاجة نقترب من بعض فنتكلم مع بعض نص ساعة كلام مع بعض أنت بتقول لي نعمل إيه؟ أول حاجة نص ساعة نتكلم مع بعض بس ما فيش كلام عن الماضي كلام كله عن المستقبل نتكلم عن المستقبل والسعادة دي أول حاجة الأمر الثاني أنت بتقول للعلاقة بيني وبينها وحشة اخرجوا مع بعض لوحدكم إيه اللي حاصل مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج مع السيدة عائشة ويتسابقه اخرجوا مع بعض لوحدكم اخرجوا مع بعض واشربوا واشربوا أي مشروب بس ما تضعيوش وعدكم في الأكل اخرجوا مع بعض تمشوا أو مع بعض سواء بالسيارة أو مع بعض على رجليكم ويمشوا مع بعض المشيان مع بعض ده بيخلي الناس تقرب من بعض كمان لو سمحتم في حاجة عجيبة غريبة بتغير القلوب الامتنان كل واحد فيكم يمتن للتاني انت بتقولوا احنا على طول في مشاكل بس اكيد هي فيها حاجة حلوة تطلع طيبة تطلع هي ربة الأولاد ومعنى ان هي ربة الأولاد ان هي شخص قادر يدير ذاته ويدير كمان الأولاد فيها عندها جميل ان هي ربة أولادكم وربنا سبحانه تعالى أعانها في ذلك فمستحقيا ان انت تمتن لها بده يبقى الامتنان وانت كمان وانت كمان اياته هالزوجة محتاجة تمتن لزوجك اللي هو صابر خمسة عشر سنة وهو صحيح متدايق ومش بقى انا كده ان انا بقول ان انت ظلماء او هو ولا بقول ان هو ظلمك لكن بقول ان انت وليتنين بينكم مشاكل لان انا ما شفتكمش نعمل ايه بقى نكتهد ونحاول بقدر امكان ان احنا نعمل الاجراءات دي الاجراءات دي هتسهل عننا لأمور كتير واذا ما كانش فأعلن وسائلن بيكم في مركز الارشاد الزواجي في دور الافتاءة المصرية يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حديث من اجل الاحاديث واتكلمنا النهاردة عن ادارة للمواسم ازاي المواسم الكبرى عندنا هي مواسم تسكية تسكية يعني ايه يعني تخلية من كل اوشاب السنين السنة وتحلية بنفحات السنة ونفحات ومدد ربنا والاستعداد لتجلية عشان نعيش السنة الجديدة بانوار مولانا وبوصل مولانا يا رب اجعلنا في هذه الايام العاش نولد من جديد نولد من رحم الرحمة ونشرب من نور وصلك ونحيا يا ربنا على الدوام بقربك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا من مواليدي موسم البركة والاقبال عليك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا برحمتك وادخنا في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين